إلا أن تصبر وتحتسب ولذلك هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب يعني إنسان ابتلي بمرض شريد ابتلي بمرض شريد لا يصح أن تتكلم مع الله مش معنى الوحدي مش معنى مش عارف عملتل إيه مش معنى كذا مش معنى كذا وما فيش اللانهو وما فيش مش عارف إيه كل هذا لا يصح ولا يجوز أن تقف مع هذا البلاء الذي نزل بك متأدبا مع الله وأن تكون راضيا بما قسمه الله لك وبما أعطاه الله لك سبحانه وتعالى سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا شو خليباكم اللجادي ومن سخط فله السخط تاني إن الله إذا أحب قوما عمل ثم إيه ابت لهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فالإنسان إذا صبر على بلاء الله أو على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى له الله سبحانه وتعالى يجازيه خير الجزاء لأن الصبر الشيء الوحيد الذي جزاؤه لا يعلمه إلى الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لأن الله سبحانه وتعالى يعلم هل هذا الإنسان جذع نفسه جزعت صبر على هذا الباء الذي أعطاه الله له أم كان من الذين يتقولون بكلام لا يليق إذا كان من الذين يتقولون بكلام لا يليق يأخذ جزاءه على قدره وإذا كان صابرا على ما أعطاه الله له كان جزاؤه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مش كده وبس ده يكون في معية الله الله يكون معه إزاي مولانا الله معه آه